تمكنت عناصر الفرق الولائي للشرطة القدائية بولاية أمنستوت بتنصيق مع النجابة العامة من الإطاحة بأفراد أكبر عصابة متخصصة في النصب والأحتجال وابتزاز المواطنين عن طريق قروض بفائدة بأشكال غير قانونية ونجحت في توقيف عدد منهم ضمنهم العقل المدبر وتبني هذه الشبكة الإجرامية طرق نصبها وابتزازها على طالبي القروض وخاصة الذين يعانون من وضعية مالية متأزمة تفرض عليهم إيجاد حلول آنية لتسوية وضعياتهم المالية وما بذممهم حيث تعرض عليهم قروضا على شكل اعترافات بدين مرفوقة بشيكة ضمن على أساس إرجاع المبلغ المقترد في أجل محدد مع فإذا يتم الاتفاق عليها غالبا ما تكون مرتفعة وترتفع أكثر كلما تخلف الشخص المدين عن أداء المبلغ في الأجل المتفق عليها وصدر مجل 24 كشفت أن أولى خيط هذه القضية انكشفت بعد تسلم مقاولة لقرد من زعيم الشبكة الذي يقطن بحي البطوار بمدينة سطاة مبلغ مالي بقيمة 40 ألف درهم سلمت مقابله إليه شيكا بقيمة الدين مضافا إليه الفوائد المترتبة بالإضافة للاعتراف بالديدة مع ضرورة إرجاع المبلغ على شكل أقصى شهرية قيمة الواحد منها 10 لف درهم غير أنه كلما تأخرت المدينة عاقبها صاحب القرد بغرامة الفاني درهم ذات المصادر أضافت أن المقاولة ورغم إكمالها للمبلغ المقترد مع الفوائد المترتبة عنها امتنع المقترد عن تسليمها شيكا الضمان على اعتبار أنها لم تسلمه واجبات التأخرات والتي وصلت بحسب بعض المعطيات الرائجة إلى حوالي 14 مليون سنتيم مستغلا الشيكا وسيلة للضغط عليها وابتزازها ونظرا لعدم تمكنها من دفع المبلغ الأخير علما أنها دفعت بعدا من واجبات التأخر قام المقترد بتسليم الشيك لأحد المحامين بغية رفع دعوة قذائية في الموضوع وفي ظل هذه الوضع اضطرت الضحية لإخبار أخيها بما يجري والذي رفقها لتقديم شكاية لدى النيابة العامة بسطات وبناء عليه وبتنسيق مع هذه الأخيرة تم الاتصال بزعيم العصاب المذكور من قبل الأخ وجرى الاتفاق بينهما على استرداد الشيك في مقابل تسليمه مبلغ 11 مليون سنتيم على أن تتم عملية التبادل بالقرب من أحد الفضاءات الشهيرة دواحي مدينة سطات كمين محكم لم يكن يضعه المقترد في الحسبان والذي عمل على استرجاع الشيك من المحامي حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إلقاء القبض عليه بتعليمات من النجابة العامة المختصة أثناء وصول أخذ ضحية إلى المكان المحدد قصد تسليمه المبلغ المتفق عليه قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا في الاشياء اليوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا أن تفعلوا الجام